السلام عليكم متتبعي قناة جيو سبور مرحبا بكم يحرس نادي ريال مادريد الإسباني على منع لعبيه من الانتقال إلى صفوف الغريمة التقليدي نادي بارشلونة ليصل الأمر إلى وضع بنود خاصة في عقودهم مع الفريق ماركو أسينسيو أنهى مسيرته الطويلة مع ريال مادريد بعد انتهاء عقده مع النادي دون التوقيع على عقد جديد ووفقا للعديد من التقارير الصحفية فإن الجناح الإسباني انتقل إلى باريس الجرمان بعدما ارتبط بالانضمام لبارشلونة ولكن وفقا لصحيفة مونو دي بورتيو فإن فكرة انتقال أسينسيو إلى بارشلونة كانت مستحيلة لأن النادي الكاتالوني استفسر في البداية عن إمكانية التعاقد معه لكنه تراجع فورا بعدما علم أن الرئيس فلورونتينو باريس أمر بإدراج أحد البنود في عقد اللاعب لمنعه من الاندمام للغريم التقريدي حتى بعد انتهاء إصالته بالنادي ولهذا السبب سقط أسينسيو سريعا من حسابات بارشلونة بعدما كان يعتبره المدرب جعفي إرنانديز من العناصر المفضلة له لتدعيم مركز الجناح الأيمن في حال فشل التعاقد مع ليون الميسي الذي ذهب إلى انتر ميامي وقالت الصحيفة الإسبانية أن الأمر ينطبق كذلك على داني سيبايوس بتواجد شرط المماتل في عقده الحالي مع ريال مادريد ولكن الأمور تتجه في الوقت الحالي لتوقيع اللاعب على عقد جديد يذكر أن نادي ريال مادريد تخلى مؤخرا عن تلاتي إيدي نازارد ماركو أسينسيو كاريم زيمة ومن المتوقع قدوم المزيد من العناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية ترجمة نانسي قنقر